السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. طبعا بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطاع وي السفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع لما نخلها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والابول. ويا كانت فرصة تطاع فيه في اتنام شاملة معظم التكاليف. وتم اعلان الفازين في هذه الفرصة وان شاء الله بيزن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والابول فيه حصرية عن طريق قناتنا. طبعا بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وكنا وفرنا كورس اللغة الانجليزية الشامل من البداية حتى الاحتراف. وان شاء الله بيزن الله مستمرين في هذا الكورس وفي افادة الجميع. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا ياريت تعمل تسابسكرايب وتضغط على الجرس صوير ده. عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب ان اوي كمان لجميع روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. وروابط التقديم الخاصة بي المنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاقي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة تدريب وعمل ممولة بالكامل في فندق. يبقى الفرصة اللي نتكلم عليها النهاردة انك هتاخد تدريب وكمان هيتيح ليك العمل في فندق. تمام? والدولة اللي هيكون فيها الفندق او العمل ده هي بريطانيا. طبعا دولة غنيا عن التعريف والكسير جدا بيحلم بيها. فالفرصة سبتات النهاردة فرصة ممتازة جدا. وعايز نوي كمان ان فرص للتدريب اه والتطوع بتكون اسهل الفرص او اسهل الطرق عشان تسافر لأي دولة من الدول القوية. اه بالنسبة للجهة المنحة اللي مقدمة الفرصة دي هو فندق اسمه تمام? ده الفندق اللي هو مقدم الفرصة دي وده من اكبر الفنادق اه اللي موجودة في بريطانيا. اه تحديدا في مدينة لندن. طيب اه بالنسبة ليه الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة كل دول العالم متاحة للتقديم. اي دولة تقدر تقدم لهذه الفرصة سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة من غير اي مشكلة خالص. طيب التدريب والعمل ده هيكون مدته ايه مدته ستة اشهر. تمام? ستة اشهر كافية جدا هتاخد فيها تدريب وعمل في فندق من اكبر الفنادق في العالم. اه بالنسبة لنشاط التدريب والعمل ده. طيب التدريب والعمل ده انت ستعمل في ايه وهما محتاجين منك ايه. التدريب ده هيكون في فندق على انشطة عديدة ولا يطلب منك اي خبرة في ذلك. يعني هم مش محتاجين منك اي خبرة في ذلك. يعني انت لو خريج مثلا شخص خريج طب هندسة. اه بتشتغل اه او بتعمل في عمل معين ملوش اي علاقة بالفندق او شغل الفناضق. مفيش اي مشكلة خالص. لان الملحة دي هيكون فيها تدريب قبل البدل بالعمل الفعلي في الفندق. فبالتالي هما مش طلبين خبرة عمل زي ما كادمين على الموقع الرسمي مش طلبين اي خبرة عمل لان هيكون فيه تدريب طيب ايه المجالات اللي انت هتتدرب فيها واللي انت هتشتغل فيها بعد التدريب اول حاجة خدمة العملاء زي كده انك ترد على التليفون هذي الاشياء يعني التواصل مع وكلاء السفر عبر الانترنت التدريب على انظمة الدفع انظمة الحجز والادارة اللي هو زي الحاجات دي كده معالجة الدفع الاستضافة والخدمات في المنافذ يعني هيكون فيه انشطة عديدة غير دي كمان دي بعض الاشياء بس اه والمهام اللي موجودة فيه طبعا مهام كتيرة جدا وانت تقدر تختار الحاجة المناسبة ليك اه وتنضم ليها تمام كده فده النشاط اللي هيتم داخل الفندق اه وزي ما قلت ملوش اي علاقة بتخصصك الاساسي تقدر تقدم عليه من اي تخصص ان هو عبارة عن فرصة تدريب وليس منحة دراسية اه طيب بالنسبة للتمويل في الفرصة دي التمويل صراحة ممتاز جدا هتاخد اول شيء السكن مجانا تبع الفندق اه راتب شهري كبير تمام طبعا الاشياء دي كلها هما كتبينها على الموقع الرسمي زي ما هنشوف بعد شوية عشان بس ما هتش يجي قلني انت جيب الحاجات دي منين لا موجودة على الموقع الرسم اه راتب شهري كبير هيكون فيه موجود اللي هو الراتب هتاخده اه طبعا بالاضافة كمان للسكن هيكون فيه تعويض مالي لحجز تذكر الطيوران من بلدك الى بريطانيا كاتبين على الموقع لما ترجع يعني لما تروح لبريطانيا اه وتروح تابع الفندق هما هناك هيعتوق اه مبلغ تعويدي عشان تذكر الطيران اللي انت دفعتها تمام كده فيه منح كتيرة وفيه فرص كتيرة بتعمل هذا النوع اللي هو التعويض المالي لحجز الطيران عشان يضمنوا انك تروح يضمنوا الجدية بتاعتك الاول ولما بتروح فبيرجعوا لك تمن التسكرة تمام كده فدي حاجة معروفة اه كمان هيوفروا لك وجبات الطعام تابع الفندق بطاقة المواصلات للتنقلات الداخلية عشان تقدر تنائل ما بين المدن في بريطانيا هيوفروا لك وسائل اه اللي هي بطاقة المواصلات كمان اه عايز اقول حاجة ان السفر الى بريطانيا بسهولة عن طريق التطوع التطوع والعمل اه التدريبي ده يعتبر من اسهل الطرق تمام فمش حاجة معقدة انك لازم اه اه مسلا تجيب اه خطاب دراسي ولا الكلام ده كله لا بيكون الموضوع اسهل بكتير اه واي تكاليف اضافية كاتبين على الموقع رسمة اي تكاليف اضافية لو في اي تكاليف اضافية هتتحملها الفندق هنا عندنا ملاحظة ان هذه المنحة لا تحتاج شهادة لغة انجليزية عند التقديم المنحة دي مش مطلوب منك انك ترفق شهادة لغة انجليزية وانما مطلوب منك انك تكون بتعرف شوية انجليزي يعني مش واحد مثلا صفر في الانجليزي خالص صفر في مية في الانجليش فهيروح يسافر لا هو انت لازم يكن عندك معدل من اللغة الانجليزية ومحصلة من اللغة الانجليزية تمام كده يعني مستواك متوسط قلم المتوسط طبعا لو مستواك جيد في اللغة الانجليزية هذا افضل يعني تمام ولكن مش مطلوب منك شارية اثبات فعادي جدا يعني مش معقدين الامر كمان ليس هناك حد اقصر العمر لو انت سنك كبير خمسة واربعين خمسين سنة الاعمار الكبيرة تقدر تقدم عادي في الفرصة دي هي متاحة لكل الاعمار كمان ليس مطلوب خبرة في ذلك زي ما كنا وضحنا لانه هيكون في تدريب وعمل في نفس الوقت وهي متاحة لأي مرحلة دراسية سواء طلاب او خريجين من كل التخصصات لو انت مخلص السنوية العامة او البكالوريا اه خلاص انتهيت منها تقدر تقدم للفرصة دي اهم حاجة تكون مخلص اللي هي مرحلة الهاي سكول تمام كده لو انت مخلصها بتدرس دلوقتي باكالوريوس ماجيستير دكتوراه مخلص باكالوريوس ماجيستير دكتوراه تقدر تقدم عا الفرصة تمام طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في هذه الفرصة اول حاجة ميلي ابليكيشن التقديم اونلاين في عندنا ابليكيشن لازم تملاه تمام تاني حاجة ترفق السيرة ذاتية بتاعتك بتاعك تلقيت حاجة تكتب خطاب ان هي اللي هيتم ارساله ليه المنحة تمام كده دي التلات اشياء المطلوبة في هذه المنحة آخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو واحدة غصص الفين وعشرين يعني ما بقاش وقت كبير حوالي آآ اسبوعين فانت تحاول تجهز الحاجات اللي نقص عندك وتحاول تقدم لان باقي اسبوعين فقط على انتهاء هذه الفرصة طيب موعد بدء التدريب والعمل امتى التدريب ده هيبدأ لما هو ليخلص واحد اغسطس الفين وعشرين التقديم ليه امتى انت ممكن تبدأ اذا تقبلت بيقولك بعد التقديم اذا تم قبولك سوف يتم التواصل معك من الفندق ويتم الاتفاق معك على الموعد المناسب لك ولهم للتدريب والعمل دي يا جماعة مش منحة دراسية لها موعد محدد دي فرصة تدريب وفرصة تطوع فانت بالتالي بتتفق مع الجهة المانحة اللي هو سواء فندق سواء مؤسسة اي شيء بتتفق معاهم آآ يعني على الموعد المناسب لك والموعد المناسب لهم هما بيكونوا محددين كده تمام بيقولولك انت مسلا ممكن تقدر تيجي في الوقت ده فانت بتشوف الاوقات المناسبة لك وبتتفي معاهم على موعد السفر وعلى كل شيء وعلى ازاي هما ممكن يسهلو لك السفر وما الى زيء لان هما طبعا بيبعثوا خطاب آآ قبول ليك فبالتالي تقدر تستغنم هذا الخطاب في الذهاب للصفارة وتخلص اجراءات للصفر تمام كده فبيتم الاتفاق على الموعد لان دي مش من حاجة راسية وحطت احتها مليون خط عشان باحدش يسألني على الموعد لأ دي مش من حاجة راسية دي فرصة تدريبية فالاتفاق بينك وبينهم يعني بيكون ايه حاجة كده بيرسونال تمام آآ ده بالنسبة لموعد بدء التدريب هنا عندنا ملاحظة اللي احنا تقنية ملح من كل الالوان بنتيه حملية للتقديم لاي فرصة انت عايزة يعني لو عايز ان احنا نقدم لك في الفرصة دي ونقدم لك فيها بشكل كامل هتلاقي استمرت التواصل معنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو آآ وطبعا بنقدم لك بشكل احترافي ولو عايز تقدم بنفسك انت ما فيش ايه مشكلة ممكن تتبع شرح الفيديو ده وقدم بنفسك آآ طيب هنا عندنا لينكين اللينك هنا ده ده الاعلان الرسمي للمنحة اللي في التفاصيل تعالى كده نبص عليه آآ هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها موجودة هنا في الاعلان الرسمي تمام طبعا آآ هتلاقي آآ طبعا ده الشكل الوتيل تمام والفندق آآ هتلاقي كل التفاصيل هنا اسمه هبيقول لك مدة التدريب من ثلاثة لستة شهور آآ آخر معواد واحد اغسطس الفين وعشرين بيقول لك اللي هي آآ التكاليف مدفوعة اللي هو تدريب مدفوع الاجر ان في آآ يعني السكن تمام كده وهنا هتلاقي كاتبين لك تعويضات مالية كاتبين لك المرتب السكن آآ اللي هو التعويض المالي في حالة السفر تمام اللي هو الوجبات الغذاء وبيقول لك حاجات تانية لو في اي تكاليف اضافية يتم تحديدها غير كده كمان ايلل لك بالنسبة لخبرة العمل مش مطلوبة خبرة عمل لان هي فرصة تدريب في الاول آآ وهنا كاتبين لك ان اللغة الانجليزية بتاعتك يعني يكون اللغة الانجليزية بتاعتك منتوسطة اقل منتوسطة يعني هنا بيقول لك مش لازم انت هتكون صفر في المية يعني مش مش آآ اي واحد دي يقدر يقدم بس يكون عندك اللغة الانجليزية شوية تقدر تتواصل مع الناس خلاص ممكن تقدر تقدم ما فيش مشكلة وايني بيقول لك الوفل آآ اللي يقدر يقدمه الناس اللي بتدرس حاليا باكالوريوز او ماجستير او دكتوراء عادي جدا تقدر تقدم. اهم شي انك تكون اعلى من اعلى من المدرسة السنوية عشان تقدر تقدم في هزي الفرصة. ده بالنسبة ليه الموقع الرسمي. تعال بقى دلوقتي نشوف ازاي ممكن نقدم لي الفرصة دي. هتلاقي لينك التقديم هنا تقدم الان. هتضغط عليه. هيفتح لك بالشكل ده. ده جزئية التقديم. وهتلاقي هنا مطلوب منك ايميل وباسورد. طيب انا عملت الايميل والباسورد سابقا. انت كمستخدم جديد لاول مرة. تعمل ايه? هتروح عند كلمة دي. وتضغط عليها عشان تسجل على الموقع من الاول تاني. تمام? انت كمستخدم جديد لازم يتم التسجيل على الموقع. فيزهر لك الاشياء المطلوبة منك هنا يقول لك حط الايميل بتاعك. حط الباسورد. اعمل تأكيد للباسورد. تكتب الكابيتش دي. تمام? وبعدين تضغط على كريات نيو اكاونت. لما بتضغط على كريات نيو اكاونت بيوصلك على الايميل بتاعك رسالة التفعيل. انت بتضغط على الرسالة دي. وبتاخد الايميل بتاعك والباسورد وبتكتبه هنا بعدين بتضغط على كلمة لوجين. عشان يفتح معاك الابليكيشن. تمام? طيب. لما هيفتح معاك الابليكيشن. هيزهر لك بالشكل ده. هتروح على الجزية اللي فيه دي. وهتضغط على شيء في شيء هنا اسمه ماي بروفايل. هتضغط عليه. ماي بروفايل دي اللي هو بقى انت لازم تعدل بتاعك. لازم بقى تزبط. عارف انت كده لما بتروح تقدم الوظيفة لازم تجهز بتاعك هي نفس النظام. الموقع ده انت لازم تخلي الحاجات يعني المطلوبة هنا كلها متواجدة معك. او معظمة يعني. فهنا تحط الصورة الشخصية بتاعتك تزبط بقى البروفايل بقى. تحط اسمك. تحط الخلفية التعليمية والعمل السابق بتاعك. حط اللغات اللي انت بتعرفها المهارات. تضيف بتاعك. تعدل بقى في كل هذه الاشياء وتفضل تضيف بقى معلومات التواصل بتاعتك وما الى زلك. تمام كده? طيب بعد لما بتعمل وكله بيكون تمام وبتعمل بترجع تاني للفرصة. تمام? شفتوا الفرصة اللي احنا اه كنا قلنا عليها اللي هي دي الاعلان الرسمي. وهتلاقي حاجة ظهرت لك لما تعمل هتلاقي حاجة ظهرت لك اسمها تمام? تروح ضغط عليها. لما تضغط عليها هفتح لك صفحة تانية. الصفحة دي انت هتلاقي فيها هنا مطلوب منك انك تكتب حاجة اسمها خطاب النية. فتروح انت عامل خطاب النية بتاعكم جاهزه ولازم خطاب النية يكون بطريقة ممتازة عشان ده بيساعد في القبول. وتكتب خطاب النية هنا. وبعدين تضغط على موافق وتضغط على كلمة ويبقى انت كده قدمت للمنحة او لفرصة التدريف في الفندق بنجاح. تمام كده? ده اه ازاي تقدم في هذه الفرصة. وعايز اوريكو كمان الموقع الرسمي للفندق ده. اللي هو ده. ده الموقع الرسمي للفندق صراحة حاجة ممتازة جدا فندق. يعني على مستوى عالي جدا جدا. ومن افضل فنادق في العالم. تشوف يعني اه عندهم اماكن الاحتفالات. عندهم اه عدد غرف كبيرة. فندق كبير جدا. اه واجبات الطعام. الحاجات دي كلها. ده شكل الفندق من الخارج. ده الموقع الرسمي. كل شيء متواجد هنا وشرح على الفندق. يعني حاجة ممتازة جدا صراحة. تمام? فانت عشان تاخد تدريب وعمل في هذا الفندق. انت كده بترسل من نفسك يعني شيء افضل او مستقبل افضل. فان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق. اه والنجاح لكم في هذه الفرصة. وما تنسوش ان اخر موعد واحد اغسطس 2020. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والابول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.